تعالوا بنا أعزاء الطلبة نتحدث حول أهم الرحالة الأوروبيين الذين زاروا عمان في فترة حكم البوسعيد وأهم ملاحظاتهم من خلال تجوالهم في عمان أولا الرحالة ويسلي والذي زار عمان عام 1835 والذي بدأ زيارته لمسقط وشاهد ما تمتلكه المنطقة من مقومات مميزة في موانيها وأسطولها البحرية والعسكري ثم انتقل للشرقية فزار سمد الشان وجعلان وصف هذه المناطق بالحارة وعند انتقاله إلى الداخلية وخاصة لا يتمنح لاحظ تواجد أشقار الموز والبرتقال والأترق ثانيا الرحالة ريمي أوشر إلوي والذي زار عمان عام 1839 والذي بدأ زيارته بالجبل الأخضر ونزوى وإزكي وتعرف على أهم ما تمتلكه تلك المناطق أنواع مختلفة من المزروعات مثل شقرة النخيل ومزروع السكر وأشقار الفاكهة ثالثا الرحالة في إنزو إنزو والذي قام بهذه الرحلة في بداية القرن التاسع عشر حيث زار مسقط وتعرف على أهم ما تمتلكه المحافظة من الجوانب الزراعية الفواكه والخضروات والتمور والبرتقال والليمون أخيرا وليس آخرا الرحالة أليني بنت التي قامت بهذه الرحلة في أوائل القرن العشرين حيث زارت لفار وشاهدت أهم الجوانب الزراعية التي زرعت فيها مثل شقرة اللبان وشقرة الجميز والصمغ العربي وأزهار